السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بحضراتكم في محاضرة جديدة من مادة Techniques of Scientific Writing النهر ده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن Part 2 How to write a proposal وهو نوع من أنواع professional document وهسيبكم مع محاضرة دكتور هالا عكاشا قسم ال IT كلية حاسبات معلومات جمعة المنصورة إن شاء الله بإذن الله هتشرح لكم How to write a proposal بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله المحاضة هنبدأ نتكلم على Week 3 اللي هو كان هيبقى تكملة على How to write a proposal إحنا أخدنا أوضي إذن إحنا فكرين أخدنا أوضي سيكشن أخدنا سكيليو اللي بتاعنا هنأخد فيه على مدار التر وأخدنا كمان ويقولنا للناس هتأسلم بسهل والمرأة اللي فاتت في سيكشن 2 أخدنا How to write a proposal واخدنا السيكشن الخاصة للبروبوزل وعرتنا من البروبوزل لتايتل ولي بكتب كمان السيكشن التاني وبعمل problem statement وعند literature review الobjective وبحطه كمان timetable وكمان list of a references تعالوا بقى نشوف كمان example مكتوب مشروح بحطه زي data وكل المرأة اللي فاتت لو فاترين في آخر الفيديو اللي هو الشرح التضيحي اللي كانت شرحت اللي هي قانت اللي في سيكشن وكل سيكشن بكتب فيه أول حتى بكتب التايتل وتحت التايتل بكتب اسمه اللي هو الشخص المتقدم والي يكون مثلا ممكن الجروف بتاعكم فالناس هتكتب الإسماء بتاعتها تمام كده والسبابارزو المسلا هي الدكتور الخاصة بالمادة معانا تمام طيب أنا من هذا الاجندة عنده هنا example هنا هناخد example على المرة اللي فاتت شفنا بس السيكشن وعلى رقم كل سيكشن أهميته ايه عندي في البروبوزل المرة اللي فاتت تتكلمنا كمان قلنا ان عملية اختيار التايتل دي عملية مهمة جدا ما ينفعش التايتل يبقى مور جنرال لازم اكون محددة بلقطة معينة ان انا اوصل بلقطة معينة عشان اشتغر عليها طيب تمام انا دلوقتي هقدم البروبوزل اللي جيها معينة فتقول لي ايه هي الثانجس اللي تو افويد 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 ليه اتلاشى الحاجات دي ليه عشان يبقى عندي جود ريسيرش عشان كان يحصل له accept اللي هو قفول تبدأ اللجنة تقبل الريسيرش بتاعي او بسيرش بروبوزل الخاص هنا ده مثال لـ تعالوا مشوكم مع بعض بالشكل ده هنا بيقول لي هنا اين تضاد تايتل بيكون هنا تايتل هي مش هتفق معي اا انا تايتل اا الفيلد بتايتل تمام هنا اللي هو بيعتمد اللي هو الناس اللي عندهم امراض اللي هو بيستخدموا كزا مدنة انوان صغور الطبية عشان يبدأ يكتشف مثلا ايه مفيد ايه? كان مثلا يبقى ايه؟ ايه؟ تمام؟ بعد كده هنا بكتب الابرية نام الناس اللي هي الشخص الميتقدم بعد كده بكتب با سوريازر او الخاص مصلا واحد وهكذا ف儿 которого في الافضل كمان اورا بأقدم البروزل انا ممكن اعمل صبول البروزل يعني ممكن اخد التايتل ده في بيج منفصلة واسيب برضو نفس الفكرة هنا التايتل والابليكنت واطلع بره خالص في بيج تانية غير البيج اللي انا وقت فيها مايتكتبش فيها غير التايتل للبروبوزل والابليكنت نيم والسوبرويزور وقت بتحت مساح خالص لير اللي هو موجود فيها ايه السنة اللي انا بقدم فيها ايه زي ما تكلمنا دي اول بارتكت عندي ان انا هنا بتكلم على بكتب هنا التايتل وقلنا ان التايتل لازم يكون مو شبكت محدد ما ينفاش يكون جنرال تمام لان الهو جنرال دي من احد الاستيقس اللي ممكن تخلي اي بروبوزل يحصل له ايه تمام وتكلمنا المرة اللي فاتت قلت ان انا كمان ممكن اضيف جزء ابستراكت اللي هو الملخص وزي ما احنا عارفين ان الابستراكت بتكون من ايه هما الابستراكت ايه هما الابستراكت او الجزء ايه هما الابستراكت بيبقى عبارة عن خمس ست سبح سطور بالكتير يعني ونزودش عن كده بس سري بارت البارت الاولاني قداني اوبرفيو عن الموضوع بجملة بسطرين اه تاني حاجة البارت التاني شراء يتكلم عن الميستودولوجي اللي هيستخدمها تمام تانت حاجة ايه اللي هو متوقعها ان هي يحققها من خلال استخدام الايه الميستودولوجي بتاعته او ايه النتائج اللي هي متوقع لشخص يحصل عليها لما هو بيقدم على الفقوزة ده عشان يقدمه للايه في لجنة معينة تمام زي ما اتفقنا ان الابستراكت بيكون مبزدش مسلا بيطروح من مية وكمسين لميتين ايه تمام بعد كده هنتكاء هنا قال لي هنا اللي هي عبارة عن مين في بيقول لي ممكن نبغمهم مع بعض او بس يبقى انا عارفة ان في سكشن بيديني عن الموضوع افهم ايه الموضوع وايه المشكلة وطبعا اه اشوف بعد كده اشوف ايه الاوجيكتة اللي انا محتاجة اها عندي في يبقى انا هنا اول بعد بتتكلم عن الخاصة بالموضوع اللي محفوظ غير ذا يبدأ اول ما يفهم يبدأ يفهم انت عايز تعمل بيه طيب الناس تقول لي فين جزء بقى هو بالشكلة يعني ايه انها الانتراصات الصادقة للايه اللي قابلي اللي اشتغلوا في نفس الايه الفيل ايه هي بقى الفكرة اسم هنا بقول لو انا مسلا عندي بحث والبحث ده انا كرقت مني واعجبني وشو بدأت اشرح بالتالي اللي قلت والله ده مسلا خلال استخدموا كزا وعملوا كزا وطوروا استخدموا الالجوريزم كزا عشان يحلوا مشكلة كزا وتماني طب انا هنا اقول الشخص ده عمل ازاي طب هما مسلا اكتر من ايه من اوثر كزا مؤلف فوجود على البيبا انا بروح على اول اوثر وباخد النيت نيم بتاعه المسلا هو ليكن مسلا هلا احمد هاخد مسلا هنا كلمة احمد واكتب ايتال واخرون ومعايا ايه ناس مشاركتين تنين في البحث فانا بتكلم بقول والله انا بخدت انا عملت ايه صيتيق اقتباس من الناس دي تمام ان انا قلت ان هو اتكلمت عن شغل اوشارس انتخاص بالشغل مجال الشغل الخاص طريب ايه لشغل وقلت وايه في وقت تالي قمال ايه الرقم اللي ما بين سكوير براكت ده ده الرقم اللي انا بديه للمرجع تحت انا هنا بقول انا بشاور ان بديه بتاعت الناس دي موجودة في المرجع رقم تلاتة حنزي بشوف مين الاوثر هشوف التايتل بتاع البيبر هشوف السنة اللي اتنشر فيها منشوف المجلة المجلة دي بيبقى ليها عدد تمام البحث ده ليه عدد صفحات معينة مثلا ليه عشر صفحات تسح صفحات فبكون عارفة ايه كل الديتيلز الخاصة عنين الريفرنس او الاوثرز الايه اللي انا اتكلم عنهم تمام وزي ما احنا فاكرين المرة اللي فاتت ما قلتش ان انا هنا بتكلم بس عن الناس عملت ايه ده انا كمان بعمل اه بطلع بعمل لهم نقدة بقول اللي حصلت عندهم عشان تكون دي بالنسبالي او الوبجيكتب اللي انا عايز ايه احققها عندي وهكزا نبدأ ناخد اوصع الثاني وابدأ اتكلم عن شغلهم وعملوا ايه عملية ايه ناقل تمام بعد كده هنا الريسيرش كويتشانز انت الايه الوبجيكتب تمام ايه الاهداف اللي انا عايز احققها عندي هنا او ايه ايه التحديات اللي انا هقدر احققها واحد اثنين تلاتة من خلال استخدام ميسدورجي او ايه طريقة معينة تمام بعد كده بحط حاجة اسمع لليه دي حاجة بتكون مفيدة ليا بتعمل لي بالنسبالي ممكن نضيفها عندنا هنا بالشكل ده ابدأ اديها مثل هقسمها على كزا بقول لكيز الاولاني ان انا عندي هيكون عندي ايه ايه سيرفي او ان انا بعمل ايه ايه مكسفة للقراءة عن انا احصل على اكبر كم من ايه بالنود وقلت هنا الفيس دي تاخد من مثلا من ثلاثة لاربعة ايه مانسي بعد كده بتكلم مثلا بقول والله الفيس 2 ان انا حدى اكوليكت الدياتا وعمل لها اناليسيز وابدأ اشيل مثلا لو الدياتا مثلا لياكم الدياتا دي فيها نويز اقسمها بطريقة معينة عملها على سبيل ايه المثال فبقول والله ايه هنا فياخد عملية مثلا من ايه من انا وبعض خيامش تقعش فيها الفيس 3 حدى اعمل بقائل المستودولوجي بتاعت بتاعت الخاصة عشان او اعمل الامراض بقول هادة الطريقة دي اللي هيا او ايه لا وانا بقول بحدد مسلا عدد ال ايه في الموصل بتاعتها مثلا الفيس 4 حدى اعمل تيستنج لله او اللي هي الطريقة اللي انا ابتكرتها او اطورت فيها يعني تمام وابدأ ايه اكونبير ما بين الريزالتوس اللي عندي هنا تمام. وطلع النتائج بتاعتي. بقول انا مسلا الشهر ده ياخد من كزا لكزا. بعد كده اللي هي ايه? عاملت الانالسيس بالدكمنتيشن انت تبدأ تعمل عاملت الايه? الريسيرتش بتاعك او دكمنتيشن بالايه والتان. بعد كده بقول مجموعة مين? مجموعة الريفرنس اللي انا بشاور ايه? عليها عندي هنا. يبقى هنا دي مجموعة الريفرنس وحتى لو جيتوا لاحزنا هنا كنت بقول رقم تلاتة واسم الايه? الشخص ده مجموعة معا اوثر زي اللي هما الاتال اللي كنت قدت عندهم. وده بنسبار البيبر. ده عنوان البيبر تمام. واتكلمنا قلنا ان هي هنا البيبر دي منشورة في سنة الفين وسبعتاشر والبيجز بتاعتها في المجلة عندي بيكون لها بستارت وانت بتكون عايدة استفحال بتاعتها بتبدأ من مية تمانية 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 لمية اربعة وتسينية تمام? هنشوف بعد كده ايه الادوتور اللي نستخدمه عندنا لنبدأ نشوف يمانيج هنين. تمام? انا هنا دي بالنسبالي ده كان ان انا خدت شفت هنا بالشكل ده ان انا عملت اكتبت التايتل كتبت الاسم المتقدم تحت اشراف كزا مسلا الدكتور اللي هو مش في عالم ايه. تمانية. بعد كده هنبدأ نكمل مع بعض هنشوف ايه هي الايكزامبل. شفنا ده هنا كمثال عندي. بيقولني ايه بقى هي ايه هي الاشياء اللي انا اتلاشاها? وانا بكتب بتاعي. بيقولني هنا لو انت ما عملتش اه هيحصل مشكلة. ان انت كده مش هتقدر تغطي كل ويسيرش او تقدر تكون محدد اوي للبوينت او بتاعتي الخاصة عندي ده في الشغل. فبالتاني ممكن الشغل ما يكونش افشان وما اقدرش اتبصل لـ او تطوير عملية عندي. تمام بيقولي كمان لو انت ايه ايه? 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 لو انت ما اتبعتش الـ الـ الى اللي احنا قلنا عليها. زي ما قلت اول مجرد ما يقدامي هنا بتاعي حتى اخذنا مقموعة من من اللي هي النولج ان انا لازم اعرف الطايتل احدد الطايتل وقلنا الطايتل لازم يكون ابدأ اسأل نفس اللي قلنا عبارة عن واف وها ووا وواي وابدأ اشوف احدد ايه المشكلة عندي اه كمان بيقول لي تمام بيقول لي ان هنا كمان بتاعتي مش واضحة ومش محددة انا عايزة اعمل ايه فبالتالي ده ممكن يكون من ضمن الاشياء اللي يقصر ليها لمين للجهة المعينة سواء هو اكاديميك او لجهة عند زي ما شفنا ان هو ممكن يكون اكاديميك بقدمه للجهة اكاديمية حكومية وليكن بقدمه مسلا رئيس القسم بدكتور اشراف معين على الارسالة اللي انا عايز اخد مستر ديجري او بي اتش بي اه لدرجة الدكتوراه تمام؟ يبقى انا هنا كمان بيقول لي من ضمن الاشياء اللي لازم اتناشاها كمان بيقول لي لو البروبوزل بتاعه wasn't well structured مش مكتوب او التركيبة او structure او البناء بتاعه مش كويس اللي هو انا مقدرتش افهم منه حاجة او مش مكتوب بstyle معين اللي هو مسلا اجيب template كويسة امشي على template دي واشوف الformat اللي بتاعك واكتبه الطريقة محترفة تمام؟ يبقى انا هنا فيه شوية template change المقبوض عشان اوبتين good research او good proposal يبقى انا هنا اطالح كتير جدا يكون عندي knowledge عالية جدا عشان اقدر اجاوب على كل ال research quitter عشان كمان ان انا تكون كل الobjective بتاعتي واضحة جدا وكمان من ضمن الحاجات الاساسية ان انا لازم اللي ايه هو اللي هو ان انا مروحش مسلا اقول زي ما كنت بقول مسلا الشخص كزا اللي هو كان زي ما فكرنا في المسال قبل كده كان بيقول للشخص كزا وقتان وديته رقم ايه اللي انا بشاور عليه ما ينفعش اروح اقول الشخص عمل كزا كزا واروح اكابي بيست كل اللي هو الشخص عملها وحطها عندي فين في ال proposal او في ال research انا لازم اقول انا خدت من الشخص او ااخد ايه المقبل العامل لنا فهمته من شغله وابدأ انا اشرحه بطريقتي انا يعني ايه ما ينفعش مسلا اقول هالا developed system for detection cancer disease مااخدش الجملة as it is تمام يعني انا ممكن اروح اقول هالا انت يصيغ الجملة بطريقة تانية في الايه بطريقتي في الايه في الانجليش بحيث ما حصلش ان انا خدتها كافي بيست as in it is تمام ان انا اتلاش عملية الافتباس ان انا اصيغ الكلمات اه جمل اه تاني اعيد سيغلتها بعد فهمي بيها تمام بعد كده بيقول لي كمان ان انا المقضوع هنا avoid including relevant materials ان انا مروحش احط اي material مش مرتبطة بالايه بالموضوع لازم بتاعتي او material بتاعتي تكون اه الارتباط بتاعها قوي جدا ان انا بتكلم على نقطة معينة more specific لازم الناس اللي انا بسترخي بيهم يكونوا بنفس المجال الشهر يعني بنفس بتاعتي تمام كمان بيقول هنا avoid using the weak sources information ان انا اتلاش مصادر المعلومات الضعيفة يعني انا مسلا مروحش اجيب بيبر مش منشورة في مكان يعني international آآ تمام احد المجلات زي دي احد مجلات قوية جدا لما اقدر هنا عارفة هنا يبقى انا هنا بتلاشى المسارات الخاصة بالايه بالinformation لازم اجيب بتاعتي من المسار قوي جدا وموصوق ايه فيه تمام او طبعا بيقول لي كمان ان هنا في دي ان انا ما عدش اتزعم ان انا هقدر حقق هنا you will not be able to answer ما ما اتعيش ان انا عندي الحاجات معينة عشان اقول ان انا هعمل او ايه تمام ان انا لازم يكون عند وما اتعيش حاجة معينة الا لازم يكون ان انا عندي معينة وقرأت كويس وعندي اه ان انا اقدر اعمل ايه research for this topic to solve this problem. يبقى انا هنا اخد اول حاجة اخد ممسال عارفتنا ال section كاينه مراجعة للمزبانة ان احنا عارفتنا اه طبعا فيه شوية اشياء قلنا نتلى اشياء بكتاء وانا بكتب بتاعي طبعا بالشكل ده احنا هنا الناس لما هتقدم الناس لما هتقدم الناس لما هتقدم الناس هتصيغوا يعني هتصيغوا يعني مش هتاخد المعلومات او تمام لان طبعا بتاعكم لما هتقدم هيدخل على برنامج الايه الاخباس طيب هنا بيقول لي هنا عايز يعمل ما بين يعني ايه انا بقول هنا انا هنا لازم انا قلت اللي عايز اشوف الاهداف بتاعتي اللي انا هقدر احققها فبقول انا هققها ازاي وايه مسأل وهي هاو وهبدأ احدد بتاعتي ايا كان تمام تعالوا كده نقرأ الاسئلة اللي هنا اللي انا مفهول اجاوب عليها هل اشوف الريسيرش دي صح او هل ينفع السؤال دي يتسأل في اه هنا ده هنا هل هو مور اكوريت عشان اعمل ريسيرش كويس هنا بيقول لي ايه تعالوا نقرأ السؤال اللي هو اللي هو البيت ريسيرش كويتشن بيقول لي ايه ايه هو تأثير الناس التخدام السوشال ميديا على عقول الايه الناس هنا السؤال ده لو جينا لاحظنا هو سؤال عام جدا مش مور سبيسيفيك هنا إيه ايه اهو قال لي هنا انا ما هو الطايل انا المقرد كنت اكون مور سبيسيفيك او اسأل السؤال بطريقة معينة لفق انا هنا ده مش سؤال عام جدا انا هنا ممكن احصل على حاجات اكون عند اتجاهات كتيرة فانا في الحالة دي قلنا انه لازم بتاعتي او بتاعي يكون مور سبيسيفيك. فاجي هنا شوفنا السؤال اللي هو اللي هو الاستعمالي يومي. كمان ايه? مش على بصفة عمّة. لقللي الناس اللي هيدا ايه? آآ تمام? يبقى انا هنا في الحالة دي السؤال هنا عندي كان بالشكل ده لو انا هنا مسلا جوه وانا بكتب العايز اكتبه الفوزل. ببدأ اسأل نفسي مجموعة اسئلة لو انا دي هي بالنسبة لي دي اللي انا هشتغل عليها. طبعا قلنا ان بتاعتي كل ما كان بتاعي ايه كويس اللي هي هقدر من خلالها اجاوب عليها عشان اقدر حدد في الخاصة دي. تمام? اللي هو بيقول هنا برضو نفس السؤال بيقول ايه ليه يوجد اللي هو ناس اللي هي التشرد الناس اللي ملهاش مقوى في ايه? في هولندا. فقال لي برضو ان السؤال هنا مش اه مش فوكست انف. يعني ايش معنى اللي هو حصل اللي هو الناس اللي هي هوملس اللي هي ما عندهاش بيوت. اسكان. فهنا بدأ كمان هنا يخلي السؤال اكتر وقال لي ان هو مسلا اللي هو الساكن ناس الجانعي ان الناس اللي هي مش قادرة اللي هي فيه الناس مش متسكن فيه. تمام? نفس الفكرة هنا بيقول ان الباق هنا في البادري سيرش كويتشن. بيقول لي تاس زي اي او يو كي ها ها بيتر هيلس كير سيستم. فقال لي برضو نفس الفكرة الفيرس كويتشن اس تو تو. اللي هو برضو المجال بتاعه اللي هو الامبريلا اللي هو تحتها المجال يعني ان هو برضو مش فهنا اجي هنا سأل سؤال بطريقة تانية اللي هو بدأ يقول لي اه ازاي هما بدأوا يقشوا او رضا الناس اللي زاوي الدخل اه وكمان وعندهم امراض اعقاد زاوي الاعقاد او زاوي ايه امراض. هنا حدد معينة تمام? يبقى ايه وهكزا عندي بعض هنا. نفس المسال بيقول لي هو ده اصلا هو ازاي انا امنع الناس اللي بتشرقه حول. ده مش سؤال بيقول لي ده مش ايه بالنسبالي ما اعتبارش انه بقول لي يعني هو هنا او هنا الافضل بيقول لي ما اعتبارش انه بيقول لي ايه التأثيرات من القوانين هتبطها على الناس number of people اللي هي بتشرب اللي هي ايه المفروض القوانين الناس تبطها فيه مثلا في دول العالم او اللي هو في اوروبا وهكا. تمام? نعم. 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 ترجمة نانسي قنقر 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 فهو أنه لبعض المبلغين يملكون سبيل ده موسيقى موسيقى ف خبارك تنبضي في تنظيم 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 موسيقى تنظيم المحدود موسيقى فقط من خلال الفرنية يجب أن يكون السرطاتية في يمتحدث إليها ومن الم، فإن فرصا أن يكون السلام من نفسه رأسي المباشرات نباشًا كبير يجب أن نقوم بتترمي التنامي إليها وتترمي إليها إليها الجديد لفرنية ومجراء بكثير مؤقتين التفجار is also بن возможность إذchen، ثم نغيب في القصص وإن أيضاً بعض حيث والمثالات الأخيرة يتعرض بالتارخة في هذا المثال لذلك نحن سيبق yeah هحدثنا مثل نحن بجنيز overtime لا يمكن أن تحلق إصلكتها الإيم striجزات تغيير تغيير أكسرية وإننا فيها الأنقاء نقود تحصل إلى باستخدام تغيير أكبر أستمرار الشديدور لن تقود أجربية الهدفة في هذه التقرالية سيئة إذاً كما تحصل إلى أن تحصل إلى قراءات نقودة 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 وقumbsة وإذن تحصل إلى ذلك ستحصل إلى إعجائجة مجتمع بإمكانك من اجتماعي إذا النMusέρية التي تستإمعي بشكل كبيرة ويأتي بإستهم costs إذا فضلك المنفذية سوف تكتب في نفسه وأعذر في هذه الأصدقات المترجمية أن wijساكم على خليم الجانبات لأخصصيIDS وفقدها كل شيء عنهم أيضا لضيفها أيضاI المثال vídeo ولنسفول نفسها lekارنسي وأنفرات التستерх من المشكلة على الكثير من هذه القناة إن نعم أيضاً نتراج إلى المجرور من الدراستقرار بالقلق التأكد من الدراستقرار ومن المتحدثة الهائيلية في مددنا ستواجع إلى المشروع ومن المجرور السفرين يستمر بلاد المشروع على التسكير ما أريد أن نحتاج إلى التسكير الأمر إن كانت نعمة الحصوص من المشروع فقط نحن 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 بشكل آخر الامت القوى هي مخبكات التقدير في هذا ال�ional و، وأعذاً على مدهار المSpe trumpet وتطور المقرجات ليست مفлат Saints هذا المسطور لك تمت تعمل مothe أبداً لأنني اصحب معرفة فكرة لك Tutaj قمت بحي��들 الإنجية يعود شهد وعلي مثال فمحتى خطر الiform and intersimal أدخل على أشخاص كلمات. لذلك كل شيء مختلف. ولكن عندما أردت طبيعاتي المشاركة المشاركة بأقصر بما يمكنكم بممتلكة السورة لحاجاتي المشاركة فلكنك مختلف. لكن بمجرد أن ترديوها من الجدوانات بالمجرد كانت قريباً بلاحارة والمسارة ويقال أن تردد طبيعات المشاركة لن تردد طبيعات المشاركة والمشاركة ستكون قريباً ترجمة نانسي قنقر قوار المصاري. هذه قوار المنزل مجزونية هي مستخدمات الإفضارة. بساسية الإضاءة تطبيق التوازير من الوضع المستخدمات. حداً، تؤران المساطية تطبيق وقوار بقياس المنزل. لذلك في أخير، هذه هي الأسئلة 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 جيداً لكتابعكم وكذلك، شكراً للمشاهدة على هذا الفيديو ارجوك وشكراً للمشاهدة ونرى للمشاهدة طبعاً لازم يكون السورس بيكون قوية إن أنا عند هي إن أنا هي متبتة الخاصة بها وهكذا بدأ يتكلم على مجموعة الخاصة بين الخاصة كمان الخاصة كمان كده وصلنا الآخر للسكشن النهاردة ماهو